وأكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن الإرهاب كان يستهدف أن نفقد جزءا غاليا من أرضنا وأشار إلى أنه رغم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب إلا أن حجم الشائعة والأكاذيب والافتراءات التي تواجهها مصر غير طبيعي الحرب بتاعت الإرهاب خلصت طبعا الغاية دلوقتي في حجم من الشائعات والأكاذيب والافتراءات غير طبيعي أخيرهم الكلام اللي تقل خلال الأسابيع الثلاثة اللي فات والله الشهر اللي فات لما تقل إن قناة السويس كلام يعني يعني أنا عارف إن المصريين منتبهين لده ومش هايستدقوا لكن تقل كده تقل إن إحنا بنفكر نبيع قناة السويس وفي عرضي مش عارفين فيه حتى عملولي عملولي يعني جمعوا كلامي ده وعملوا منه فيلم كده وخرجوه على إن إحنا الكلام ده أنا قلته يا محمد قال لك بتريليون دولار الموضوع هيتبع بإيه؟ بتريليون دولار حنبيع القنال بغض النظر عن الكلام دوات كأرقام وكده أنا عايز أقول حتفضل العملية عملية محاولة عرقلتكم مش أنتوا بس كلنا مصر مستمرة وحتستمرة